السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستبعين قناة يوميات سيدتي مرحب بكم معي اليوم في فيديو جديد وفكرة جديدة اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوجبة اللي هي بسيطة وفي نفس الوقت سريعة بإمكانكم تدروها سواء للغضاء ولا العشاء ومكونات ديالها بساطر ما تحتاجش بزاف وفي نفس الوقت تجيل ديضة بالنسبة للمقادير هنا عندي واحد جوج بطاطات كبار من حكاهم في ذلك الحكاكة هذه البطاطات الجيهة الكبيرة عندي واحد الربعات ديال البيضات العطرية عندي تحميرا ابزار وربع عندي هنا المعدنوس واحد الملحة بطبيعة الحال الزيت واحد الربعات البيضات وشوية ديالفرماج احمر اذا نبدأ على بركتي الله هنا كما قلت عندي هنا واحد جوج بطاطات حكيتهم مبشورين في الحكاكة الغليضة سوف نديرهم في واحد الإناء سوف نزيد عليهم العطرية ابزار مليحة لا ندير الملحة بزاف لانه سيكون لدي الفرماج باش ما تجيش ملحة بزاف وفي نفس الوقت ندير بحسب ان البطاطا تكون مسوسة اذا تحميرا يمكنكم تضيفوا حتى الكمون لا تنسموها بشي بزعتار ونزيد المعدنوس نخلط المكونات بشي تجنس العطرية كلها يعني تدخل معها بطاطا بهذا الشكل وعاد نزيد عليها البيض نقدم نسميها ترطية هذا الوجبة ترطية سريعة لانه عادة انا ترطية كنت اما تسلقي لها بطاطا يعني كنت قطعها مرسوية وتسلقيها اما كنت نقلوها وعاد نجمعها لغا ما ندير التحاجة من ذلك الخطوات بحكم انها تتحكي رقيقة يعني لا تأخذ وقت بزاف الطياب اذا سنزيد البد كما تشوفوا بهذا الشكل ونخلط الكل مزيان وكي بقى لكم الاختيار في الاخير اما تزيدوا معها الفرماج الداخل ولا تخليها حتى تقرب الطيب وتديروا الفرماج من الفوق اذا نستمر بهذا الشكل ونرجع معكم وفي الأن ودا للشكل ودا大的 ايقع والتنظر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سأستمر بالع AMP اشتركوا في القناة بعد مخلط المكونات ديالي اخذت هنا المقلة مقلات اللي ما تكون تلصق درس فيها واحد الكيمية ديال الزيت يعني وانقدر منقل واحد ثلاثة ديال المعلقات ديال الزيت كبار كما كتشوفوا معايا هنايا وغادي نديرها تسخن بزيان يعني خاصة تكون مدهونة الواجهة الدين المقلات تكون مدهونة مزيان باش ما تلصق الناش نحس بها سخنات وندير فيها الخالطة نغطيب شي حاجة نخليه طيب بعد ما يبنو لانها تكت تتحمر من الجناب على هاتشكل هكذا سوف نقلب الواجهة ديالها نتحمر عوتاني من جهة الخرى نضغي واحد شوية على ما تشد عوتاني راسها ونقدموها بصحة والراحة هذا هو الشكل النهائي ديال الترطية ديالنا الترطية السريعة قدمتها بات شكل هكذا بعد ما حيتها ستنفق منها شوية ديال فرماج حمر وقديتها هكذا بازوقتها بطريفات ديال الخاص ووريدة في الوسط فقط باش قديت الواجهة ديالها نتمنى تنول الفكرة ديال اليوم الإعجاب ديالكم وتجربوها لما لا هي حقيقة فكرة سريعة تعتق في اللحظة الأخيرة وفي نفس الوقت تعجب كل شيء دراري الصغر وحتى الكبار تعجبهم لأن كل شيء تعجبه بطاطة وفي نهاية قليلا نقول لكم شكرا على المتابعة وما تنسونيش بلايك وليكومونتر وما زال ما انضمتش القناة اضغط على سبسكرايب او اشترك وتفعل جرس باش يوصلها كل جديد قناة يوميات سيدتي وبرتجي عبر مواقع التواصل اجتماعي مع أصدقائكم وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر ان شاء الله اشتركوا في القناة